طبعا مسألة إنه كل الوزارات تعمل على قدم وصاق وإحنا عندنا المعلومة ده المهم يعني دكتور حسان بيقول إنه خرجنا من المبادرة الرئاسية لمية مليون صحة وده شيء مهم جداً لحقيقة ما كانش بيقوم موجود قبل كده عندنا معلومات كام مريض محتاج يتعالج من الاعتلال الكلوي وبتريدنا نعمل لهم مبادرات ونوجههم للأماكن المفرد يتعالجوا فيه فكرة اللي أنا كل حاجة بتحصل في مصر دايماً ببني عليها بتديني مؤشرات لإيه اللي بيحصل لو تفتكر الأمراض المزمنة قدرنا اللي إحنا من خلالها نطلع عندنا كام طفل عنده أمراض مزمنة عنده تقزم ويقدرنا نعالج ده بعد كده في الواجبات المدرسية اللي بيتم طرحها دلوقتي حالياً وبتوفر بالمجال للأطفال في المدارس ففكرة فيه تكامل وتضافر في كل حاجة بتحصل ما فيش حاجة وليدة الصدفة لأن فيه تخطيط جيد وهو ده اللي بيميزنا دلوقتي خلونا نقول كده ما بيناش بالبلد بنبص تحت رجلينة لا إحنا عندنا نظرة مستقبلية لدولة بتطمح أن هي مش فكرة اللي هي تتقدم فقط لكن هي تنافس كبرى الدول المتقدمة في كل المجالات الحقيقة وده مش أمر غريب على الجمهورية الجديدة صحيح وإحنا كمان هنا بنتكلم تحديداً عن تجهيزات وزارة الصحة لأجازة عيد الأطحى المبارك بنتكلم على مرور على منشآت غذائية علشان نتأكد من يعني جودة اللحمة الموجودة فيها بنتكلم على تمركزات سيارات الإسعاف وربنا طبعاً يعني يحمي الناس كلها لكن برضو بنتكلم على أنه تغيير للتمركزات على حسب المعلومات الجديدة آخر المعلومات فين الحوادث بتحصل عشان نكون قريبين ونقدر أنهم يلحقوا الناس لقدر الله نحن التفطيط هادير وفكرة إحنا دلوقتي بنشوف على الطرق كاميرات مراقبة موجودة تقريباً كل كم كيلو فيه كاميرا دلوقتي موجودة دي الهدف منها هي الناس ظنت في وقت ما إن الهدف ده إحنا بنترائب لا هو مش مراقبة هو فكرة دلوقتي فيه غرفة مركزية بتشوف الاتجاهات رايحة فين في كل الطرق لأنه قدام مع تفعيل منظومة النقل الذكي كمان والحديث هتلاقي فكرة إن فيه مسج بيجيلك تقولك لو أنت بقى الساتيلايت بقى هو ده المعلومات وبعد كده بقى واحد زي كل مربا ببعضه هيديك معلومات وداتا لو أنت أخذ الطريق ده عشان أنت مرصود فيه دلوقتي فيه تكدس قدامك على بعض كذا فيه مصار تاني غير ففكرة أنت بتنظمي حياة المواطن علشان تعلي من قيمة الوقت تحديدا يعني اللي كان مهضر عندنا لسنوات وسنوات